مئة وستون يوما مرت على أغلاق الموانئ والحقول النفطية من قبل ميديشيات حفتر الأمر الذي أدى إلى خسائر تجاوزت أكثر من ستة مليارات دولار وفق المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة وفي بيان لها الجمعة أكدت على موقفها الثابت تجاه المغلقين والمحرضين الرافض للابتزاز وإصرارها على التمسك بسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب مجددا دعواتها بضرورة فتح المنشآت النفطية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صلع الله قال إن إقفال النفط أدى كذلك إلى تآكل في خطوط الأنابيب وتآكل خزانات التخزين التي تديرها الدولة مضيفا أن تكلفة أعمال الصيانة في الآبار وحدها قد تكلف أكثر من مئة مليون دولار وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ من جهة أخرى أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا وفي بيان لها على دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط واستحملة غير مسبوقة ومدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع استئناف إنتاج النفط وفق خولها وكانت المؤسسة قد شددت على ضرورة إعادة فتح النفط الذي يعتبر المصدر الوحيد لقوط الشعب الليبي ودحيده عن الصراعات الدائرة وعدم جعلها مناطق عمليات عسكرية وفي وقت سابق من شهر يونيو الجاري كانت المؤسسة قد استأنفت الإنتاج بحقل الفيل النفطي وأعلنت رفع القوة القاهرة عن صديرة الخام من الحقل إلى جانب حقل الشرارة المجاور الذي يعد الأكبر في البلاد قبل أغلاق ميليشيات تبعة لحفتر وإجبارها للعاملين فيه بتعليق العمل وإيقاف الإنتاج استمرار أغلاق ميليشيات حفتر لموانئ نفس البلاد أسهم وفق متابعين في زيادة معاناة البواطن المثقل أصلا بأزمات معيشية متعددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر